بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وتقدم رئيس مجلس الشيوخ بأصدق التهاني بحلول العام الهجري الجديد داعيا المولى عز وجل أن يكون عام خير ونماء لمصر وشعبها مؤكدا استكمال بناء الجمهورية الجديدة التي تعد فخرا لنا وللأجيال القادمة اشتركوا في القناة